بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورغم اما بعد. ربنا اهدنا وراجع بنا واخبر لنا بنوبنا والصلاة على في امرنا. الله نبدع عن الشقاق ونفاق وسؤال اخلاق. امين يا رب العالمين. اما بعد. اشير بعجالة الى خطر دهن. هو ان الشباب في الارض الاسلامية بين النطرين منتحن. اي متوجه نحو اه اثبات وجوده حقيقة بالقوة وبقوة استلاح لازم الامر. وهذا ينجب علينا ان نتوقف ونسأل نفسنا هل احن الاجيال السابقة لهذا الشباب. ان احنا قمنا بالدور الواجب علينا القيام به. ام لا. ام لا. ارى ان عزوز الشباب عن اتباع القادة الحاليين. سواء كانوا في مصر او تنسوا له. لماذا هذا النزاع? لان الاجيال السابقة غلط الطريق عموما. ولم تفق ان الله يبقى اله. وهو الباب لكل شيء. وهو سيد على كل شيء. وهو البصير لكل شيء. وهو العليم لكل شيء. وهو الرقيب وهو الحسين. اذا الشباب الان هو في تور المخاب حتى يلتقي بعض البعض. وتكون العملية في صالح الاسلام لعمدته. سواء كان بالقوة سواء كان بالاقنح. اذا ارى الناس اللي يتهبتون على الكراسي. هم في ضلالة كبرى. وفي غير وعي. وهم غارقون في يجير الظلمة. والجهلية. والعياد بن العميات الصلاة الكرساء. اذا احذركم يا اهل النصاق الشقاق عظوما. ان ساعتكم قدلت. وابنى لكم الله بالرحيل على اسرع الاحوال. انا من القرآن احذركم من ما سيأتيكم في اقرم زمان والسلام على من اتباع الهدى.